نحن معجبين ومتفاجئين بأخلاقك الطيئة وأخلاقك المحمدي ما شاء الله ترابي ترابي أنت رجل ترابي يا حبذا كل الناس يكونوا مثلك وكثر الله من أمثالك لأن نحن صدق يعني فعلا تفاجأنا بأخلاقك الطيئة أحل أن يؤمنون أن تفاجأنا بأخلاقك الطبيعة ما تقول هذا الجزء هذا تقل جذور العلوي ولكن هذه الأوصاف التي أصبحتها يا أستاذ وصف الناس العلويين الحقيقيين الذين يعملون بالعلويه ولكن ولكن سعادتك ينبعث من داخل مجتمع في أفكار مختلفة ومتناقضة ومتبادة ومتباربة الذي يقرع فكرة العلوي وأيضا يرفعها ومتبارة وقدرات 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 الملول المنقصة وقدرات وقدرات وحداثت موجودة و نشاهد العلمانه والعلمانيين كثير بالمجتمع الان سوال من اینه و نحن انتخبنا موضوع مرحث الگيل الرابع نسلی که از شور و حال و حیجان انقلاب به عنوان انرژی حرکتی به سمت تعقل عظیم و علبی به دور روده و این اندیشه سنگینو باید با اسطلاحات و کلمات فلسفی و حکمیات بگیره و یجب ان یتعلم هاده الحقیقه به مصطلحات ثقیل فلسفیه در صورت که این بچه ها فی حین هاده الاطفال اون شور و حیجانو دارن از ارفان ها ی کازبی قربی میگیرن مع الاسف هاده الاطفال یا خذون هاده الحماس من فلسفه الزایفه الحدیث الغربیه به واسطه تکنولوژی های جدید روز بروز این انحرافات بیشتر میشه و سوف تزداد هاده الانحرافات یوما بعد یوم بی واسطتی تکنولوژی الحدیثه این اندیشه عظیم علاوی چرا هکاری برای نجات این نسل ارائه میده؟ ماذا؟ یعنی انکم یعنی هاده الفکر العلوی العظیم كيف يستطیع ان یبرز و ان یعرف طریق للنجات هؤلاء الناس اغای محمد امین فی اصوال اطفال هنان های اطفال ایرانیم باقل من العاشع يجيون ويعرضون علي أنهم يحفظون القرآن ويحفظون ما في البلاغ وأنا أعطيهم شهادات عليك السلام أغاية الدكتور أهلا وسهلا أغاية الدكتور في راس الماء مرحبا وعلا فحيات العفو السلام عليكم أغاية الدرطبة أغاية الدرسين حامي نستقدم أطفال العالم من إيران من الإيران مثلا هناك سورتان لطفلين من البصرة حافظا القرآن في الخامسة من العمر وفي السابعة من العمر يمكن أن يعرفون قد تعلمونه محمد باقر محمد باقر مصور من البصرة ولكن أيضا أعطيتهم شهادة لأنهم حفظوا القرآن قبل العشية من قوم عندي أيضا أطفال حفظوا القرآن قبل العشية ويتلاحظ أني عم بعلق صور أطفال ولكنهم حفظت القرآن ولكنهم حفظوا القرآن قبل العشية في كندا كما تجد أطفال حاملين نحج البلاغة حاملين تفسير القرآن وفي كندا هم به همين صورت وفي كندا تجد رجالا كبارا رئيس قسم المال في واشنطن بتحامل نشيد من أنشيدي للإمام علي تفسير الحكم للإمام علي وفي واشنطن يوجد عميات بزرگ الماليين وشعرها من رو سنبالا موضوع كذلك سيدات كبيرة وحد عميدة كوليت فنون والأخرى طبيبات الجيش المارينز هم موضوعين هم هناك خانم ها سنبالا هم هناك وكشون در عطش کار مي كونه وكشون دوكتوره وهمين طور انها هم هناك حاملين نشيب در دستشون سلودهای از من هست حاملين تفسيری لنهج البلاغ الحکم و متصورون و هم يقرؤون حکم من حکم الإمام علي ندخونن حکمتهای از فأمير رو که بنده تفسير کردن این تفسيراتی که ایشون از بلاغه داشتن بالامريكا الجنوبية الأمروية في سانتياگو مثلا در آمریکا جنوبية بر سانتياگو و در ممکن ریو دو جنیر و بكل العالم لنا بزرور در تمام جهان ما برای دانه های هستیم هؤلاء القوم في يوم من الایام سيعتونكم جودا لكم تمام این افراد روزی به عنوان ارتش شما و سپاه شما خواهند آمد في سیده اسمها همل تابرنیر خانوم هست به نام همل تابرنیر تابرنیر وقفت بيتها وقف کرد منزلش را وسمته بيت ابن عربی و او را و آن خانه را بيت ابن عربی تسمية کرد بمقابل بيت الابیاد و دقیقا روبروی کاخ سفید و قالت فتح لنا سلمان الفارسی و گفت برای ما سلمان فارسی باز کرد بابن الى الجنه دری به سوی بهشت لأن الجنه محبته محمد و علی و آل بيت محمد چراچ که بهشت دوستی پیامبر و آل پیامبر است سلمان الفارسی فتح لنا الباب و اعطانا في امریکا رجائن سلمان فارسی دلی را برای ما بوشود و امیدی را برای ما زنده کرد لأنه او نبیر کن عربا برای اینکه او آن زن عرب نبوده و مع ذلك استطاع ان یخوز هویت محمد و علی اما ارزم به حضورتون که با این حال تونست که اون حوییت پیامبر است و قالو سلمان من اعل البیت فارمونت که سلمان از ماست از اهل بیتس ایدن الاطار العام الازی تصنعه العلویه اینکه المفرش العام في العام اون چهارچو بی که علاویات میکزاره یعنی هلا انا احنا نتحدث بالسياسه احیانا يقولون سوریه و ايران بالحلف السياسی واحد هادا شيء طبيعی لانو نحن بالنسبه لها هلا شوف الامریکان یقولون سلمان فارسی فتح لنا بابن در امریکا میگن تی سلمان فارسی دری برای مباز کرده و سلمان فارسی و صلاح الیهم عن طریقی و به سلمان فارسی از طریقها جغا رسیدن اونها مثلا یعنی من سوریه فا ایزا تلقائیا العقید الداخلیه خود به خود این عقیده داخلی این بابر درونی بعدین اهل الله موجودون من الاول اهل خدافان اهل الله از اول بان هم بعدده دفنه یعنی وین تقون اهل ذوق امت واحده واهل ذوق امت واحده سلمان